نشوف بقى اللاق الرابعة فدي الاسطوانة المتكررة عند السيسي اللي هي بيشتكي من إعلامه والله العظيم أنا مش فق وأنا بأعلنها بأمانة أنا مش فق على إعلام السيسي أصلاً أنا هدفع عنك إزاي يعني ده أنت مني البنيلة ده أنت مالت ده أنت راجل مش عايب سيديهم حاجة يشتغلوا عليها يعني هامل والله نشأت قطر خيره والله إحمد موسيقى قطر خيره ويطلع يقول إيه هيطلع يقول إيه في اللي أنت بتعملهم هيطلع تقول هو برضو نفس الشكوة بشتكي من إعلامه الفاشل في مواجهة الحقيقة اللي إحنا كلنا بنعرضها هنا كل ليلة طلع السيسي وقولك لا 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 للإعلام الضعيف اللي سايبين فرصة للإشاعات ليه لأنهم ما بيغطوش كويس نسمع السيسي كده بيقول إيه فمن فضلكم كلكم انتبهوا كويس أول الكلام اللي بلدتكم صفة دلوقتي لأن إحنا ساعات قلة البيانات أو عدم تصدينا أن إحنا نتكلم فيها تتيح فرصة لإشاعاته كده خطة إسبوع بإسبوع وحنعلن للرأي العام بيخرج قد إيه من كل المنتجات علشان ندي رسالة طمأننة إن شاء الله في السوية طب أرجو أن إحنا يعني وإحنا بنعلن ده ما عرفش هل ده مناسب أو مش مناسب يعني نبقى في إطلاق أول قافلة يتم الإفراج عنها نبقى موجودين هناك ونقول بيانات أكتر للناس يعني بتقطيع إعلامية ومناسبة الناس تشوف حجم المواد اللي حتخرج من الموالي خلال التطرة القليلة اللي هوليومين ثلاثة الأسبوع اللي جاين دول عشان نبقى يعني الحمد لله أن هنا المشكلة دي هتوشه لما كان هتوشه لما كان هنا كده يعني إرجع وراء لما كان بصص الدكتور مصطفى مدبوك بس شايف اللغ ده قدي علي شايف اللغت شايف اللغت النهار ده خدت بالي من القصة دي شايف اللغت بقى قدي شايف بيفكرني باحمد حلمي في فيلم اه اكس لارج صح شايف اللغت بقى قدي يا جماعة علي العبها بلاي عشان ناس تسدق إن احنا مش عاملينها فوتوشوب والحاجات دي ده هو مجرد ملف للدكتور مصطفى النهار ده أنا لحستها مجرد ملف للدكتور مصطفى مدبولي راح اللغت فرش أيوة بس ارجع بقى تاني ارجع بقى تاني كده بس بقى اكس لارج السيسي بقى اكس لارج وجاي يقولك اتحمله ونحرم نفسينا بس شايف اكس لارج والله يحمد حلمي في اكس لارج اشتركوا في القناة اتب کو انت trumpet وسا جارت وانت اذا ل متنا لو احترقوا علي ومحامل اشتركوا في القناة الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة